اشتركوا في القناة في عملية IVF أو الحقن المجهري التي يمكن أن تمنع انتقال أمراض تهدد الحياة إزالت نواتي بويضة وحيوان منوي من خلية جنينية تحوي ميتوكوندريا معطوبة ووضعهما في خلية جنينية سليمة فريق بجامعة نيوكاسل أجرى دراسات على 500 بويضة من متبرعات والآن يقولون أن التقنية جاهزة درسنا العديد من الخلايا الجنينية ونحن واثقون من نتائجنا بأن هذه الخلايا الجنينية متميزة عن مثيلاتها التي تنتج عن الحقن المجهري العادي وأنها سترفع من معدلات الحمل الطبيعي ميتوكوندريا هي مصدر الطاقة في خلايانا وعندما تكون معطوبة تسبب عددا كبيرا من الأمراض بالعضلات والقلب وأعضاء أخرى وبعد ساعات من الحقن المجهري فإن الحمض النووي الخاص بالوالدين والذي يشكل مظهرنا وشخصياتنا يزال ليترك وراءه ميتوكوندريا معطوبة يتم نقل الجينات أو المورثات إلى متبرع رئيسي تتم إزالة الجينات من خلاياه ليبقى فيه ميتوكوندريا سليمة فقط أي شخص يولد من الأجيال المقبلة يمكن أن يكون لديه مورثات من ثلاثة أشخاص وهم الوالدين إضافة إلى نسبة فاصل واحد في المئة من ميتوكوندريا المتبرع ولدت كلير إكستينز نورما توفيت بعد توقف رئتيها وقلبها عن لعمل كلير تحمل أيضا المورثات النادرة المعطوبة والتي تسبب أيضا ضعفا في السمع وقد أرادت أن يتوقف المرض عندها الأمر يجعلني أكثر إسرارا بأن يكون لدي طفل غير مصاب بأمراض بسبب عطبي ميتوكوندريا فقد رأيت والدتي كيف كنت فكرة الحصول على مواليد من ثلاثة أشخاص ليست سهلة إلا أن البرلمان وافق عليها بصورة كبيرة العام الماضي بسبب الحاجة الطبية الملحة هناك خبراء دعموا الدراسة في جريدة نيتشر لذا فإن فريق نيو كاسل يمكن أن يحصل على ترخيص قريبا لعلاج عدد من النساء كل عام من عمال معي الدكتور غازي إبراهيم استشاري العقم وأطفال الأنابيب والتخصيب دكتور غازي أهلا بك واضح أن الموضوع به معضلة سواء معضلة طبية ومعضلة أخلاقية أيضا كذلك هل تعتقد بهذا الابتشاف أننا تجاوزنا المعضلتين؟ مساء الخير أخي محمد وكل عام تبخير لك والشهر المشاهدين في العالم العربي ونتبقى الصحة وخير في المرة الماضية كنت معك من طرابلس وقلنا على لا تعود طرابلس عاصمة لعروس البحر الأبيض المتوسط ومن العمان العروبة أرسل تحياتي لطرابلس وعلى لا تعود مرة تانية عروس البحر الأبيض المتوسط كما تعود القدس عاصمة لفلسطين لما تحكي عن الإيفيف وعن الإخصاب خارج الرحم لا تستطيع أن تأخذ الفليفر هذا من لندن حيث تأتي لندن بكل ما هو جديد دائما يتحفون العلماء في البريطانيين في العالم بشكل عام وفي طفل الأنبوب بشكل خاص بكل ما هو جديد تعرف أنه في 1978 ولد أول طفل الأنبوب في العالم في بريطانيا وكان هو إضاءة لنفق مظلم في آخره وسعد العالم كله بسماء هذا الخبر وكان هناك من ينتقد وكثيرون كان سعداء بسماء هذا الخبر في كل تطور جديد هناك من هو ضد ومن هو مع ولكن خير من أن توقد شمعة من أن تلعن الظلام وهنا العلماء في بريطانيا يوقدوا شمعات من الشمعة وما توصلوا إليه هو عبارة عن علاج مرض خطير جدا لا يعرف صعوبته ولا يعرف ضراوته إلا بنقاساه فلا يعرف العشق إلا من يكابده أم يكون عندك طفل المشكلة دكتور أن البعض ينظر للأمر على أنه إنسان تفصيل سنستطيع أو سنذهب نحن نذهب لكي نصنع إنسان مفصل بشكل أو بآخر هل هذا هو الاكتشاف حقا أم هو فقط قضاء على بعض الأمراض المستعصية كما تفضلت ليس الوضع كذلك من ينتقد ممكن أن يلبس لهذا الموضوع ما شئت من المكياج ويشوهه لكن في الحقيقة هو عبارة عن علاج أمراض صعبة جدا علاجها هي أمراض التي دات علاقة بالميتاكندريات المريضة هذه الأمراض فيها تلف للدماغ فيها تلف للفشل للقلب فيها عمي فيها العضلات لا تستطيع أن يحرك المريض من عنده هذا طفل طبعا يبحث عن أمل يبحث عن ضوء بس يمكن المشكلة دكتور نحن بحاجة الإضاح في هذه النقطة لأن أيضا من ضمن الانتقادات أن هناك طرف ثالث بيتم إدخاله ضمن هذه التجربة يعني ليس لدينا الأب والأم فقط ولكن هناك طرف ثالث هل تعتقد أن حتى عربيا على المستوى العرب يمكن أن يتقبل العرب إجراء هذا الأمر أن يكون طرف آخر ضمن التجربة وليس الأب والأم فقط أنا هنا لا أريد أن أفتي ولكن كل بلد لها أخلاقيات ولكن نحن كأطباء لا نختلف على سلامة الجنين وعلى سلامة الأم هذا ما نود تحقيقه أن يكون عندنا طفل سليم من أم سليمة في العلم الآن موجود زرع كلا نأخذ كلا من تبرع ونزرعها نزرع الكبد نزرع القلب أمور كثيرة يعني مرينا فيها ومرنا في يعني آلام من من النقد وثم أثبت العلم الحديث أن هذا يعطي السعادة والأمل لكثير من المرضى ما يقوم به العلماء هو فقط تحرير تحرير هذه الخلية من الميداكندريات المريضة والخوف أن تصنع ليس هناك خوف من أن تصنع يعني طفل جديد المادة التي تنقل عن طريق الميداكندري من الجينات هي تقريبا 2% من كل الجينات وأثبتوا العلماء أن واحد من خمس من من عمل لهم هذا البرنامج يوجد عندهم نسبة ضائلة من هذه الميداكندريات الفاشلة وبالتالي محاولة لإصلاح الخطأ فقط وليس لصنع إنسان تفصيل كما انتقض البعض وذكرت لك وجوابت شكرا جزيلا يا دكتور الدكتور غازي إبراهيم استشار العقم وأطفال الأنبيب والتخصيب كان معه من العاصمة الأردنية عمان جزيلا شكرا قطل 18 شخصا على الأقل في مختلف أنحاء القارة الأوروبية خلال الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية يتواصل هطول الأمطار الغزيرة في أنحاء واسعة من القارة ورغم حصار مياه الفيضانات في فرنسا وألمانيا إلا أن الألاف من السكان في فرنسا لا يزالون بلا كهرباء لم يكد يمر الأسبوع على صيف أوروبا حتى ضربت القارة موجة من الأعاصير والأمطار ففي هامبورغ اقتلع إحصار ضرب المدينة الألمانية الأشجار ودمر أسطح المنازل هذا الأسبوع فرنسا شهدت طقسا سيئا أيضا حيث دمرت الفيضانات التي شهدتها البلاد منازل عدة مستويات المياه بلاد